تعرف حبائي كم بتأثر خلال كل أعمال الشغب اللي عم بشوفها على التلفزيون والمظاهرات العنيفة والصرقة والقتل واللا مبالاة في حياة الإنسان لكن بتشوف برضو صورة إيجابية لناس اللي بتدافع اللي بتحط نفسها أمام مثلا دكان أو محل بزنس اللي هو كل معيشة هذا الإنسان يمكن كل حياته عم بوفر تعمل بزنس صغير يجيب الخبز على الطاولة بتاعته يعيش بيته زوجته وأولاده بتشوف مثلا شرطة بيحتضن شخص أسود أو بتشوف مثلا ناس بتحتضن إلى آخره فبتشوف الصورة الإيجابية هذا هو الجنس البشري هذا هو الإنسان يعني هذا الإنسان اللي احنا لازم نعرفه هو إنسان هذا الإنسان مخلوق على صورة الله الله خلق الإنسان على صورته ومثاله يعني الصورة الأدبية الصورة الأخلاقية الصورة الروحية خلقهما ذكروا أنثى ويكون الاثنان جسد واحد ما فيه تمييز عنصري ما فيه حد أعلى من حد ما فيه شعب أفضل من شعب فيه ظروف فيه فرص أتيحت لكن برضو فيه استعمار فيه استغلال فيه ناس استغلت التجارة بالدين والتجارة بالناس بالعبيد حتى في القرن هذا يعني أنا شفته في الرقة في سوريا في سوق النخاسة كيف بيبيعوا البنات اليزيديات طبعا بتستغرب بتشوف في دول كتيري الكلاسس هاي اللي بتشوفها في بلاد عديدة هذا النوع أعلى من هذا النوع وهذا النوع أعلى من هذا النوع وهكذا أنا أعلى شأن منك يعني بتذكرني في قصة الفريسي والعشار اللهم إني أشكرك أني لست مثل باقي الناس طب شو الناس هاي الظالمين الخاطفين الزنام هاي الناس كلها وحشي أنا هو الطوب كلاس أنا الطوب كوليتي بتاعك يا رب ولا مثل هذا العشار العشار طبعا كان محتقر في المجتمع بس أجل الرب توبي قرع على صدره وقال ارحمني أنا الخاطئ ويقول كتاب عن العشار خرج ذاك مبررا دون ذاك